وللمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك هذا الأسبوع في مهرجان العالم عالمين تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل كما ذكرت ما زالت هذه الحفلات وهذه النشاطات الرياضية مستمرة في مهرجان العالمين في نسخته الأولى 2023 وتحديدا الاستعدادات الآن على قدم وصاق استعدادا لحفل الغد وحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت بالإضافة بالطبع للفنان الكبير بهاء سلطان وأيضا الفنانة كارول سماحة الآن بينما نحن نتحدث على يميني بالفعل هذا المسرح سيقام فيه احتفال الموسيقار الكبير عمر خيرت وبعده بتقريبا ما يقرب من مئة متر المسرح الكبير وأيضا هو الاستيج الخاص بالحفل الكبير لكارول سماحة وبهاء سلطان وأيضا بالإضافة لذلك ستبدأ يوم الجمعة بإذن الله السباق الثلاثي هذا السباق الذي يشارك فيه العديد من المتسابقين من مصر ومن خارج مصر صباق ثلاثي بالدراجات وأيضا بالسباحة وأيضا بالركض وتم تحديد بالفعل المسارات الخاصة بهذا السباق وضعها على الصفحة الخاصة بالمهرجان ليعلم المشاركون أي من المسار سيختارونه ليشاركوا في هذه المسابقة والتي ستستمر لمدة يومين الجمعة والسبت لذلك الاستعدادات بالفعل على قدم الوساغ بالإضافة لذلك أيضا استعدادات الكورنيش والممسا السياحي استعدادا لاستقبال الجماهير الغفيرة والكبيرة التي ستحضر غدا وبعد غد لهذه الحفلات وهذه السأراضات وهذه أيضا البطلات المختلفة التي ستستمر خميس وجمعة وسبت أيضا الجمعة هناك فرقة أخرى وهي مصار إجباري تتشارك أيضا في مهرجان العالمين بالإضافة لذلك بالطبع على بداية هذا الأسبوع ستستمر المسابقات الرياضية مع استعدادات أخرى لبطلات شاطئية ستستضيفها أيضا مدينة العالمين نعم أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرز شكرا جزيلا لك